شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد شراكة جديدة بين مجموعة العربي وشركة شارب اليابانية لتصنيع منتجات الثلاجات والديب فريزر باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار ومن المقرر أن يبدأ إنشاء المصنع وتركيب خطوط الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل 2025 على أن يبدأ التصنيع في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية في العام الأول تصل إلى 400 ألف وحدة سنوية ويوفر المصنع ما يقترب من 1500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والإداريين